لا تزال مأساة إعصار لبان عالقة في أذهان أبناء هذه المحافظة رغب حدوثه منذ أربعة عوام تخوف سكان المحافظة من تفاقم الأضرار تضعف بعد تحريرات مركز الأرصاد من المنخفض الجوي خاصة بعد هطل الأمطار الغزيرة وتدفق السيور الجارفة على عدة مديريات بالمحافظة والله سيور نعمة وخير والحمد لله بس نطلب مزيد من السدود ومن الدعم أنه أمس صارت حادثة لو واحد من أبناء الغيظة محسن سقاف عنده سيارة في جي راحت في عرض السيل كلها سببها الطرقات وعدم ترصيف الطرقات نطالب على أقل حد إذا ماشي جسر طريق معبده من نفس الغيظة للعبري معانجة أضرار المنخفض الجوي بعد أن تسبب بإغلاق بعض الطرقات في منطقة العبري ووادي فوري وتساقط أعمدة الكهرباء دفع بقيادة السلطة المحلية للتوجيه بسرعة فتح الطرقات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالخدمات في الأحياء القريبة من تدفق السيور رغم بناء الحواجز المائية ماجهة لأمس سيارة عابرة من جهة المهر والحمد لله وخرجوها بفضل الله أصحابنا إلى هنا الخط الأمامي إلى على الزفل ونرجعني من السلطة المحلية أن تزيد من الدعميات والحاجات هذه التي تحمي جهة المواطن ضعف البنية التحتية جعل شوارع مدينة الغيظة تعج بمياه الأمطار متسببة بعرقلة حركة السير وسط مطالبات للسلطة المحلية لبناء قنوات لتصريف المياه من الشوارع لتفادي الأضرار التي تلحق بالمواطنين أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر ترجمة نانسي قنقر